بصراحة خايف اقول لكم ان انا هعمل لبيا الافراح علشان لما قلت لكم عملت فسوليا الافراح استغربتم قوي ازاي فسوليا في الافراح اه مال انتم متعرفوش ان في الافراح الشعبية احنا بنعمل الفسوليا واللبيا بصي بقى يا سيتي طريقة اللبيا بتاعت الافراح بتجيب اللبيا اللي هي معين سودا وبتبدأي تحطيها في الحلقة وتحطي فيها الطماطم و هيها رشة كمون وهنبدأ نزل بكمية مياه علشان عايزة الطماطم تتسلق مع اللبيا بعد ما الطماطم تدخل في السواء بس ما تتهراش طبعا منك يا دوبك القشرة تتفصل عن الطماطم هبدأ ارفحها بقى من المياه و هسيب اللبيا تكمل السواء بتاحها بصي بالشكل ده حلوة او الطماطم هيا كده وهنا كمان عندي اللبيا اتسلق تصفيها بقى من المياه بتاعت السلق بتاعت هاتي بقى الحلقة وبداي ينزلي ببصلة مبشورة ناعم بعد ما هتبشوري البصلة هتنزلي بقى اي مادة دهنية زيت او سمنة زي ما تحبي يدك بقى في البصلة لحد ما تاخد معاك اللون الدهب الغمق شوية وبعد كده نزلت بمعلاقة كبيرة من معجون الطماطم البصلة الغمق شوية في التسبيكة بتجي لون حلوة قوي للطماطم بصي بقى انا هنا دربت الطماطم في الخلاط بعد طبعا ما سلقتها نص السلقة هتسبيها على النار بقى لحد ما تسبك كمان حطيت مكعبة من المرقة الدجاج وعليها رشة من الفلفل اصل صلصة اتسبكت معايا بدأت انزل باللوية شوفي بقى انت هتستخدمي شربة فراخ او لحمة او حتى ممكن تزوديها ميا لانك حطها مكعب ماجي انا عندي هنا بقى فصين من الطم وارني فلفل حامي اضربيهم كده في الكابة او يا سلام بقى كمان بالهون الهون ده ليه طابع خاص في الطبخ يا بنات هتنزلي بفصين الطم وارني الفلفل اخدر اللي احنا تحناه في الهون هتسبيها غلويتين بس على النار لان هي اللوية مستوية مش هتحتاج ان هي تستوى تاني عاد الواحد كده بيحن الاكل وطبخات زمان وكمان طريقة زمان التقلد دي رحة اللوية يا جماعة وطعمها يجنن وبالفهانا